بسم الله الرحمن الرحيم مع محاضرة نكمل فيها ما سبق من الحديث عن جملة الصلة فنقول إن جملة الصلة إن جملة صلة المنصول التي تأتي لتوضح المعنى المقصودة بالاسم المنصول هي لا بد أن تعرف هذه المعلومة أو القاعدة هي جملة لا محل لها من الإعراب جملة لا محل لها من الإعراب يعني لا تعرف لا فاعل ولا مبتدأ ولا خبر ولا حال ولا أيش لا هي جاءت فقط لغرض واحد لغرض معنوي لتوضيح المقصود بالاسم المنصول طيب ما شروط جملة الصلة ما هي شروطها أولا أن تكون هذه الجملة اسمية أو فعلية وإن كانت شبه جملة وهي في باب المنصول شبه الجملة قد يكون ظرفا أو جارة مجرورا أو الصفة الصريحة الخاصة بمن؟ الخاصة بأل المنصولة بأل فقط بأل فقط الصفة الصريحة بأل فقط عندك جملة الصلة شروطها أن تكون جملة اسمية وأن لها شروط معينة سنذكرها أو أن تكون شبه جملة ولها أيضا شروط معينة سنذكرها وشبه الجملة في اللغة عندنا إما ظرف أو جار ومجرور إما ظرف مكاني أو جار ومجرور يزداد عليها أو نزيد عليها هنا الصفة الصريحة التي تدخل في باب شبه الجملة ولكنها خاصة باسم واحد موصول هو أل الموصول بمعنى الذي طيب ما شروط الجملة سواء كان جملة اسمية أو خبرية يشترط أن تكون معذرة جملة اسمية أو جملة اسمية أو فعلية يشترط في الجملة أن تكون خبرية معهودة يعني معهود أي معروفة أي معروفة للسامع من قبل من قبل حتى يتعرف بها على الاسم الموصول لأن الخبرية قد يجهلها المخاطب إن لم تكن معهودة له يبقى لازم تكون الجملة خبرية معهودة يعني معروفة عند المتلقي كقول الله تعالى ليه طيب قبل أن نذكر للشاهد لأنها لو لم تكن معهودة هي جاءت لتوضيح الاسم الموصول فإذا لم تكن معروفة لدى القارئي لدى المستمعي لم توضح الاسم الموصول ومن ذلك قول الله تعالى وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ هنا من الذي أنعم الله عليه من سياق الآية من آيات السابقة أو من آيات سورة الحزاب نعلم أن الحديث عن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم وابنه بالتبني الذي نهى الإسلام عن ذلك وذكرت آية في نفس السورة أو في السورة ذاتها تقول وَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا زَوَجْنَاكَهَا فهنا من الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه يا محمد صلى الله عليه وسلم هو زيد بن حالثة فهنا الجملة معهودة فإن كانت الجملة غير معهودة لم تصح لم تصح لم تصح لم تصح إلا في مقام التهويل والتفخيم في باب حاجة كده تريد أن تبص شيئا من الفقامة أو من الرحبة أو الخوف في الكلام فيحصن الإبهام لأن لا يفوت الغرض المقصود وهو الإبهام والتهويل من ذلك فالتهويل كقول الله تعالى فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ما هنا اسما منصولا وغشيهم جملة الصلة ولكنها هنا مبهمة في باب التحويل في الحديث عما أصاب الظالمين في البحر أي غشيهم وعلىهم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أما الجملة الإنشائية يقول لازم تكون خبرية ليست مبهمة واضحة معهودة لدى اللي يبقى الجملة الخبرية أما الإنشائية تكون معهودة لدى الخبرية أما الإنشائية فلا تصح أن تكون صلة نحو جاء الذي أكرمه أنت جاء الذي أكرمه لماذا؟ لأن هذا أسلوب إنشائي أسلوب أمر لأن الإنشائية لا يقع مضمونها إلا بعد ذكرها جاء الذي ذاكر ينفع لا يصح جاء الذي اجتهد لا يصح لأن هذا فعل أمر إنشائي ولن نعلم هل اجتهد أو اجذاكر إلا بعد الحديث وهذا يخالف الغرض من الجملة الجملة الصلة التي جاءت لتوضح المقصودة من الإسم المنصول فلابد أن تكون قد وقعت فتكون خبرية وليست إنشائية أما الإنشائية فلا تكون معروفة عند المخاطب فيفوت الإيضاح المقصود جملة الصلة التي جاءت لتوضح المقصودة بالإسم المنصول أما الظرف الظرف والجار والمجرور فيشترط فيهما ليكون شبه جملة موضحة للإسم المنصول وقعهما لشرط وقعهما صلة أن يكون تامين أن يحصلوا بهما فائدة تزيل الإبهام وتوضح المراد من غير حاجة لذكر متعلقات بهم أي كلام يكملهما ثاني غيرهما يبقى لابد من الظرف والجار والمجرور لكي يكون صلة أن يكون تامين يعني إه تامين ما المقصود بتامين أن يحصلوا بالوصل بكل منهما عندما نصل بهما الإسم المنصول فائدة تزيح تزيل هذا الإبهام وتوضح المراد نحو قولك عرفت الذي عندك أو خرج الذي عندك صافحت الذي في الغرفة لكن عكسها إذا لم يكن تام من الظرف أو الجار والمجرور كقولك جاء الذي بك الكلام غير واضح لماذا؟ لأن الجار والمجرور غير تام أو جاء الذي اليوم اليوم ظرف أيضا لم تحصل الفائدة فهنا الظرف والجار والمجرور ليست تامين فلا يصلحان أن يكون صلة للمنصول النوع الثالث من أنواع من أنواع شبه الجملة وهو خاص بآل فقط وهو الصفة الصريحة لابد أن تكون صلة المنصول وتكون هي وبمعنى الذي كلمة واحدة وليست هي جملة ولا شبه جملة وهي خاصة بآل المنصولة لا تكون صلة لغيرها والصفة الصريحة هي الإسم المشتق الذي يشبه الفعل في التجدد والحدوث شبها صريحا مثل صباحا شبها صريحا أي قويا قالصا بحيث يمكن أن يحل الفعل محله آه يعني لو حذفنا هذا المشتق الصفات الصريحة نوع من المشتقات مثل إسم الفاعل أو إسم المفعول لو حذفنا هذا الإسم الفاعل وإسم المفعول ووضعنا مكانه الفعل يصح المعنى ولم تغلب الإسمية عليه الإسمية عليه الإسمية الخالصة عليه ويكون ذلك في ثلاثة أشياء إسم الفاعل وإسم المفعول وصيغ المبالغة كالقول الله تعالى في إسم الفاعل إن المصدقين والمصدقات المصدقين إسم لو حذفنا مصدقين ومصدقات وقلنا إن الذين تصدقوا حل الفعل محله ولأي تصدقوا حل الفعل محله فهنا إسم موصول والمصدقين هو الصلة له كذلك بعد اسم المفعول نحو تصفحت المكتوب لو أنك قلت حذفت كلمة المكتوب وقلت تصفحت الذي كتب المعنى الصحيح ومن ذلك قول الله تعالى والبحر المسجور كلمة المسجور اسم مفعول لو حذفنا مسجور والأل هنا هي الاسم المنصول وقلنا والبحر الذي سجر بالبناء للمجهول المعنى الصحيح حل الفعل محل الاسم فهو من الصفات الصريح الاسم المفعول كذلك الصيغة المبالغة نحو قولك فاز السباقون إلى الخيرات فاز السباقون السباقون على وزن فعالون مفردها فعال صيغة مبالغة لو حذفنا سباقون وقلنا الذين سبقوا لصح المعنى فحل الفعل أو حل الاسم هنا محل الفعل فهو من الصفات الصريحة التي تؤدي تعمل عمل الفعل طيب ويجري الإعراب على آخر هذه الصفة الصريحة دون اعتبار ال يعني كأنهما كلمة واحدة المقصودون تعامل ال والمصدقين مثلا أو المسجور مثلا تعامل كلمة واحدة لا اعتبار بال ال اسم الموصول المستقلا وما بعدها اسم آخر لا هما لاثناني كلمة واحدة وقل مجيء المضارع صلة لال وهو قليل دخول ال اسم موصول على الفعل المضارع قليلا كقول الشاعر حسان بن ثابت رضي الله عنه لأحد المحكمين النابغة الذبياني فقال له عندما لم يعجبه شعر حسان فقال حسان ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل فموضع الشاهد هنا الترضى والقاعدة هنا دخلت على الموصولة دخلت على ماذا دخلت على الفعل المضارع دخلت على الفعل المضارع وهو قليل وهو قليل قليل وليس كثير قليل بذلك نكون انتهينا من الحديث عن جزء آخر من صلة الموصول ونكمل في محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى